أعزائي طلب التطالبات شعبة الصناعات المعدنية أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المميز في بيتنا مدرسة والذي سوف نتناول من خلاله مراجعة مادة العمليات لطلبة تخصص تشكيل المعادن والصياء المراجعة دي بالنسبة لنا بتكون مهمة جدا وفي نفس الوقت بتعتبر من ضمن الأسئلة المحورية التي دايما تتواجد في الامتحانات لأنه دي بتعتبر من السوابت الموجودة في المادة العلمية ذات نفسها بمعنى أن الأسئلة بتاعتنا دايما بتكون محصورة ما بين السؤال المقالي وده مهم جدا أننا لازم أعرف الخطوات الترتيبية للعملية ويمكن دي بتختلف عن أي مادة تانية أنك أنت في العمليات لابد أنك أنت تكون حريص أنك أنت تشرح العملية بطريقة ترتيبية منصقة بمعنى أن أنا مثلا لو بشرح عملية المينة أو الطلاة لازم أبقى عارف الخطوات المتبعة في عملية الطلاة أول حاجة تجهيز المعدات اتنين تجهيز الخامات تلاتة توصيل الطيار الكارباء كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي مهمة جدا في حتة إيه؟ في حتة أن أنا أبقى مرتب لأن ما ينفعش أن أنا بعد ما حط المشغولة في قلب الحوض أجل أقول إيه؟ لا دي المشغولة كان فيها بعض الزيوت التي تعوق عملية الطلاق يبقى الحتة دي مش بتعتبر بالنسبة لي مفيش فيها حتة الترتيبية بالنسبة للإيه؟ للعمليات إذن العمليات هنا بتعتبر بالنسبة لي فيها حتة الترتيب وخاصة في الأسئلة المقالية السؤال الصح والخطأ بعد كده لا يحتمل إلا إجابة واحدة إما أن يكون صح أو يكون إيه؟ خطأ ولذلك بتعتبر من ضمن الأسئلة الصعبة جدا السؤال الصح والخطأ والاختيار من إيه؟ من متعد بعد كده في بعض الأسئلة اللي هي الترتيب لبعض إيه؟ العمليات وأيضا في نفس الوقت في بعض الأمثلة اللي بتبقى موجودة بيديك بعض الكلمات التي تساعدك على إكمال الجملة ومطلوب منك أنك أنت تعيد ترتيبها أو وضعها في مكانها الإيه؟ الصحية إذن دي بتعتبر بالنسبة لنا ثوابت في المراجعة لأي مادة من مواد التخصص وفي نفس الوقت لازم أراجع عليها مرة واثنين وثلاثة تعالوا بعد كده نبدأ بالأسئلة بتاعتنا السؤال الأول يتراوح قطر دائرة البيض ما بين أربعة وبوصة إلى تسعة بوصة؟ طبعا الإجابة بالنسبة لي تعتبر خاطئة قلم الاستشعار هو القلم الأساسي الذي يقوم بعملية الحفر ده برضو خطأ هنا في حتة قلم الاستشعار دي ده بيستخدم في مكينة البانتو جراف اللي هي بتستخدم لصناعة سكل إيه؟ العملة قلم الاستشعار هو القلم الذي يسير على النموذج وليس على الإستنبول مراد حفرة يزن رأس الشاكوش المستخدم في النقش ما بين 150 إلى 600 كيلو جرام ودي تعتبر برضو بالنسبة لي خاطئة 600 كيلو جرام وجاكوش نقش يبقى كبير و150 برضو بالنسبة لي بيبقى كتير تصنع رؤوش دواكيش النقش من الصلب المقصة ده أساسي يجب أن يصنع قلم النقش مع المشغولة زاوية قدرها 60 دي خطأ ليه بقى خطأ حتة الزاوية 60؟ لأن احنا قبل كده شرحنا وقلنا إيه؟ قلنا مهم جدا أن قلم الاستشعار هو الذي يسير على المشغولة يبقى قلم الاستشعار يمكن أنا بوضح لك النقطة الأولينية قلم الاستشعار هو الذي يسير على الإيه؟ على المشغولة وقلم الحفر هو الذي يسير على النموذج المراد إيه؟ صنع ويمكن احنا شبهناها قبل كده بمكانة عمل المفاتيح لو أنا عندي مفتاح الكسر وعايز أطلع على واحد تاني مكانه لازم باخد المفتاح المكسور ده ووديه للراجل بتاع صناعة المفاتيح يركبه على قلم الاستشعار بحيث أن قلم الاستشعار يقدر يمشي عليه بعد كده بيروح جاي حاطة المفتاح الخام على قلم الحفر بناء على قلم الاستشعار والحركات بتاعته سواء كان بيعلى وبينزل وبتحرك يمين أو يسار كل الكلام ده بيبقى موجود وخاصة مع المفاتيح اللي هي الكمبيوتر بعد كده بيروح جاي لقلم الحفر بيبدأ يشل الزوائد بناء على تعليمات قلم الاستشعار يبقى ده مهمة جدا بالنسبة لي أما يجي يقول لي قلم الاستشعار هو الذي يقوم بالحفر أقول له لا ده قلم الحفر هو الذي يقوم بالحفر على الاستنبا أما قلم الاستشعار هو القلم الذي يتحرك على النموذج المراد صناعة الاستنبا مثل هذا النموذج ولذلك مكنة البنتوغراف دي بتستخدم عندنا في سك العملة بطريقة سهلة وميسرة وبتعتبر من ضمن خطوط الانتاج في مصلحة سك العملة ليه؟ لأن احنا عندنا العملة دايما متغيرة بصفة مستمرة ليه متغيرة؟ لأن الأحداث المتواترة الآن أحداث تاريخية لابد أن تسجل على العملة زي الأحداث اللي هي بتبقى موجودة ممكن أحط حاجات خاصة بالقنوات بتاعتي ممكن أحط حاجات حدث عالمي أحطه على العملة كل الحاجات دي بتتطلب مني إن أنا أعمل تصميم ثم بعد ذلك يتم عمل التصميم ده نموذج من الجبس ثم هذا النموذج يتم عمله من المعدن وبعد كده بعمله عملية تشطيب وتلميع كويسة جدا بعد كده بحطه تحت قلم الاستشعار وبيكون مقلوب وفي نفس الوقت أعمل عملية حفر الاستمبة بتاعته اللي هي هقدر أستخدمها على طول بصفة مستمرة إذن هنا مهم جدا حتة أن أنا أعرف إيه هو قلم الاستشعار وإيه هو قلم الحفر هنا بيقول لي بقى إيه يجب أن يصنع الجاكوش أثناء النقش مع قلم النقش زاوية قدرها ستين ستين دي بتبقى قيمة أوي لكن دايما بيفضل أن يصنع زاوية قدرها خمسة واربعين درجة لو إحنا جينا بصينا على الخط المستقيم كده وحطينا عليه نقطة وروحنا جايين طلعين بعمود من النقطة دي بقيت المسافة من اليمين تسعين درجة ومن اليسار إيه تسعين درجة أي معنى ذلك أن النقطة التي توضع على الخط من أعلى مئة وتمين درجة ومن أسفل مئة وتمين درجة يبقى الزاوية حوالي النقطة على خط بتسوي تلتمية وستين إيه درجة طب لو أنا سبت النقطة في الفراغ بقت تلتمية وستين طب لو أنا أسامت النقطة بخط بقى فوق مئة وتمين وتحت مئة وكام وتمين طب أنا لو رحت جاي أسامها بخط رأس تاني بقى كل بقت أربعة تاربع كل ربع تسعين درجة أربعة في تسعين بتسوي تلتمية وإيه وستين التسعين مريحة للعين طيب عشان خطر يبقى عملية النقش بالنسبة لي سهلة وميسرة زاوية قدرها خمسة واربعين درجة يعني أنا أمسك الألم كده وبشكوش أبدأ أشكل على الرسومات الموجودة عندي تعالوا بعد كده بيقول لي يجب مراعاة عوامل التمدد والانكماش في النموذج بعد السباكة بالرامل دي غلط طبعا قبل السباكة بالإيه بالرامل تراعى درجة حرارة الغرفة أثناء السباكة حتى لا تمدد القالب صح ودي تعتبر من ضمن الحاجات الصحيحة يراعى أن تكون فتحة المصب تتناسب تناسب ترضي مع حجم المعدن المراد صبو دي تعتبر برضو بالنسبة لي صحيحة يراعى دائما أثناء عملية الصب أن تكون فتحة المصب مناسبة لحجم المعدن مظبوطة أيضا ودي صح تسخن المينة بدرجة حرارة عالية حسب النوع النعومة وتتراوح من 60 إلى 200 ميش بتعتبر بالنسبة لي صحيح تعالوا بعد كده نتكلم على حتة ليه النموذج بتاعي لابد أن أنا أراعي في حتة درجة الحرارة أو عملية التبريد لأن النموذج بتاعي لو مصنوع من الخشب الخشب يتمدد بالبرودة يعني لو أنا حطيت مية على الخشب يبصي لقي أن حجم الخشب بيزيد طب هل حجم الخشب ده يزيد؟ ممكن أرى بالعين المجردة؟ لا يرى بالعين المجردة ولكن هو هنا بيكلمني في إيه؟ في حتة السباكة بالرامل يعني إيه السباكة بالرامل؟ مهمة جدا حتة السباكة بالرامل دي ليه؟ لأنك أنت ممكن تكون بتعمل قطعة من المسبوكات دقيقة جدا بتستخدم لغرض من الأغراض المهمة جدا إذن لابد أن تكون أبعدها ومقاستها محددة ولا يكون فيها زيادة ولا ناص ليه؟ أنت ممكن تكون بتركب حاجة في حاجة والحاجة دي مثلا عايز تعملها بالسباكة زي السبابات بتاعت العربيات مثلا لازم الحركة الداخلية بتاعتهم وبينهم وبين بعض ما تكونش فيه واحدة كبيرة لو كبيرة هيبقى فيه كسر في جزء معين أثناء عملية الارتطام طيب لو قليلة هيبقى فيه فراغ ما بين الاتنين إذن حتة السباكة في الحتة دي بتراعي دائما الدقة في الأبعاد وفي المقاسات طيب هو من اللي بيعمل للسباكة بالرمل دي القالب إن أنا بحط القالب وبدك حوالين منه الرمل وبعد كده بيبقى فيه فردة علوية فردة سفلية وبجمعهم بينهم وبين بعض المصاب والمنافس وبعد كده بتتم عملية الإيه الصب طيب دو أنا حطيت النموذج وعملت له عملية مثلا سبته في درجة حرارة الغرفة ممكن الحجم يزيد طيب لو أنا عرضته للبرودة ممكن الجزء برضو بتاعي يزيد إذن هنا المعدن بالنسبة لي يزداد بدرجة الحرارة أما الخشب يزداد بدرجة البرودة الخشب بيقل بدرجة الحرارة ممكن الحجم بتاعه يبدأ يقل لو أنت جيبت عود كابريت وروح تجاي مولع فيه أظن ما بيحتفص بشكله زي ما هو بحجمه بيقل ويتفحم ويصل إلى الكربون إذن هنا الحديد يزداد بدرجة الحرارة الخشب يزداد بدرجة البرودة فلابد من مراعاة ذلك أثناء عملية السباكة وخاصة في المسبوكات التي تحتاج إلى دقة عالية جدا في أبعادها ومقاستها الداخلية والخارجية دي مهمة جدا بالنسبة النقطة اللي بعدك كده بيقول لي المينة تعتبر من المواد الزجاجية الشفافة التي يصعب لسقها بالمعادن دي غلط ده هي المينة مخصصة لللسق بالمعادن أو بتعتبر من ضمن المعالجات اللونية التي تتم على المعادن بمعنى أن المينة لما نجي نبص على تعرفها هي مادة زجاجية شفافة ده تعرفها مادة زجاجية شفافة سهلة الالتصاق بالمعادن ولذلك كنت تتبص أيام زمان كان عندنا أحواض الظهر دي بتطلب المينة ولذلك كان بتعيش فترة طويلة جدا عكس المواد اللي هي موجودة دلوقتي إنما وكان برضو بعض الأدوات المنزلية كنت تتبص تلاقي الاطباق الزنك أو البرادات اللي هي الصيني ده كانوا بقولوا عليها برادات صيني ولكن هي مطلية بالمينة هي عبارة عن صاج وتم طلقه بمادة المينة لأن هي بتتحمل درجات حرارة عالية جدا وفي نفس الوقت صالحة للاستخدام وغير إيه سامة يبقى هنا لما يجي يقول إن المينة مادة غير ملتصقة بالمعادن أروح جاي أعمله علامة إكس على طول ليه لأن تعرفها عكس السؤال المينة هي مادة زجاجية شفافة سهلة الاتصاق بجميع الإيه المعادن بعد كده بقولي السباكة بالشامع المفقود من الطرق الحديثة لإنتاج المسبوكات ويحدث هنا بتعتبر بالنسبة لي صحيح بعد كده بقولي يحدث التصدع من قوة ترابط حبيبات الرمل بعضها مع بعض استحالة طبعا ودي غلط حبيبات الرمل بعضها مع بعض بتكون متربطة من عيوب المسبوكات أنه يحدث بداخلها فقاقع غازية ده وارد وده صحي فعلا القالب المجزأ هو القالب الذي يتكون من جزء واحد دي خاطة يبقى هو هنا ده من ضمن الشروط الأساسية وده مهم أن مواد ترابط الرمل لابد أن تكون متربطة بعضها مع ايه؟ مع بعض مهم جدا ولذلك ما يقدرش أقول أن هي مجزأة القالب المجزأ ما يقدرش أقول أنه يتكون من نموذج واحد القالب المجزأ ده هو عبارة عن مجموعة من الفصوص متربطة بعضها مع بعض لإنتاج منتج به اتساع وبه جزء ضيء يبقى هنا زي بالزبط القالب المجزأ ده عامل زي البرتقانة لما تيجي تأشرها عبارة عن مجموعة من الفصوص متلسقة بعضها مع بعض قد يكون مقاستها واحدة قد يكون ارتفاعها واحد ولكن ده تعتبر من قدرة المولى عز إيه وجل لما أنا بقى أجي أعمل قالب فصوص زي البرتقانة دي لازم أصممه وخاصة في الأجزاء التي بها اتساع وبها فوها ضيقة زي قانية الزهور اللي ممكن تصنعها من المعدد لها قاعدة صغيرة بعد كده بيبقى فيها تساع بعد كده بترجع تاخد الفوها تانية طب الحاجات ده هتجمع ازاي؟ لازم تجمع على قالب مركب القالب المركب ده بيبقى عبارة عن مجموعة من الفصوص وبينهم وبين بعد دليك الدليك ده بيبقى أخد شكل فراغ معين وبيبقى مربوط على مصمار مقالوز مصمار المقالوز ده ممكن لو أنا فكيته تنهار الفصوص من الداخل بعد اتمام عملية الجمع لاستخراج الفصوص بمنتهى السهولة وتتم عملية الجمع بعد كده بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من العبارات الآتية اذكر مثال استنبا متعددة ليصناعة الـ الوردة الإجابة تتم عملية السقب من الداخل ثم القص من الخارج لعمل شكل الـ الوردة طب ما طبيعي هي الإجابة بتاعتها رقم أربعة ولذلك بيقول لي تتم عملية السقب من الداخل ثم القص من الخارج لعمل شكل الـ الوردة أكيد واحد مش موجودة بيقول لي يتم القص من الخارج والداخل ودي صعبة ما ينفعش ان هي تكون وردة وخاصة ان الوردة بيبقى لها قطر خارجي وقطر داخلي يتم السقب من الداخل فقط ودي برضو ما تنفعش يتم السقب من الخارج برضو ما تنفعش ولكن أربعة هي تتم عملية السقب من الداخل ثم القص من الخارج لعمل شكل الـ الوردة بعد كده الأنواع الرئاسية لعملية السحب واحد زيادة سمك الجدار الأوعية اتنين زيادة سمك الجدار الاستنبا تلاتة تخفيض قوة الضارب أثناء السحب الأوعية أربعة تخفيض سمك الجدار للأوعية تلاتة أكيد هي تخفيض سمك الجدار للأوعية اللي هي تعتبر بالنسبة لرقم كام أربعة يبقى الإجابة رقم أربعة هي تعتبر بالنسبة للسؤال رقم كام اتنين تخفيض سمك الجدار الأوعية طيب الاستنبا التي توجر فيها العمليات المتعددة ده يجب أن تتم على التوازي ولا على التوالي ولا على استقامة واحدة ولا على التردد أكيد على التوالي إذن هنا لابد أن يكون العمل على الاستنبا على التوالي يعني إيه توالي؟ يعني العمليات بتاعتها متوالية بعضها مع بعض ما يبقاش على التوازي ولذلك تبص تلاقي دايما في بعض المصانع المخصصة للأشغال الملابس لو هو بيعمل مثلا أميس أو بيفصل أميس هتلاقي فيه واحد وقف على التفصيل واحد وقف على المأس واحد وقف على التركيب الخياطة واحد وقف مثلا على تركيب الزرائر واحد بيبقى وقف يعني ببص تلاقي فيه عمليات متوالية بعضها تلي بعض في النهاية خالص في آخر المشغل أو في آخر المصنع تو بص تلاقي إن الأميس دا بيتم عليه عملية الكي وعملية إيه التغليف بمعنى إن هو أصبح الآن مجهز للتصوير لبقى هنا دي مهمة جدا بالنسبة لنا إن حتة شغل الاستنبا تكون على التوالي وليس على التوازي ما ينفعش إن أنا أعمل حاجة وارجع أعمل حاجة تانية قبل منها على التوازي لا دا الاستنبا لما بتنزل من على المجبس على طول عشان تعمل الشكل بتاعي المفروض إن هي تنزل في توالي بمعنى إن أغلفة الطلاقات النارية بتبع عبارة عن أرس دائري طب الأرس الدائري اللي موجودة عندي دا بينزل الفك العلو على الفك السفلي فبتم عملية صناعة أغلفة الطلاقات النارية بالتوالي ما بعملش جزء وبعده أعمل جزء تاني آخر وهكذا إذن هنا مهمة جدا بالنسبة لي الجزء دا بعد كده بيقول لي تقتصر عملية التشكيل بالتدويم وده الجمع على إنتاج منتجات متماسلة الشكل وتكون الخامة المستخدمة على هيئة أقراص دائرية أقراص مسطحة أقراص مفرغة أقراص ملحومة أكيد أقراص مسطحة لأن لو قرص مجسم مش هتم عليه عملية الجمع المجسم يعني خلاص تحول من شكله المسطح إلى شكله مجسم إذن استحالة ولو قرص ملحوم برضو ما ينفعش تتم عليه عملية الجمع ليه؟ لأن مكان اللي حمزت نفسه ممكن يؤثر على عملية الجمع لأن الأجزاء المجموعة تتميز دائما بسطحها الأملس الناعم وفي نفس الوقت ايه؟ التماثل يعني ايه التماثل؟ يعني الجزء الأيمن زي الجزء الايه الأيصر إذن هنا ليه؟ لأنك أنت بتجمع حاجة على جسم دائري يبقى الجسم الدائري يبقى النص اليمين زي النص اللي في الايه؟ في الشمال ولذلك الأجزاء المجموعة هي أشكال متماثلة هي أشكال ايه؟ متماثلة الأجزاء المجموعة هي أجزاء متماثلة تماثل يعني الشكل متماثل ومتناسق يمينا ويسارا وأعلى وأسفل كما ايه؟ كما هو إذن هنا دي مهمة جدا أننا أمجيلي السؤال زي ده ما أروحش على الأجسام المسطحة لا أروح على الأشكال المسطحة وخاصة الأشكال الايه؟ الدائري بعد كده بقول لي من الصفات الواجب توفرها في المواد المشكلة بالكارس يجب أن تكون الخامة صلبة لدنة صلدة هشة أكيد رقم 2 بتعتبر بالنسبة لي لدنة المراجعة هي العملية الختمية لعمليات الحرية أي أنها عملية تلي عملية التخمير التحميص التسليد الانفعال هي رقم 3 التسليد يتم التحكم في تثبيت الخامة مع النموذج أثناء عملية الجمع بواسطة جزء مماثل للغراب المتحرك للغراب السابت للقم الضغط للركيز للغراب المتحرك القلب البسيط هو عبارة عن قطعة واحدة يستخدم في تشكيل المنتجات التي تكون فيها القاعدة أكبر من الفوه الفوه أصغر من القاعدة الفوه أكبر من القاعدة أربعة القاعدة والفوه أصغر من منتصف المشغولة الفوه أكبر من القاعدة يبقى هنا عند القلب البسيط لابد أن نتوقف قليلا بمعنى أن القلب البسيط ده بيخص الجمع على مخرط الجمع أو بيعتبر من الأدوات الأساسية لأتمام عملية الجامعة إذا أنا عندي نوعين من الأوالب قلب بسيط وقلب مركب القلب البسيط تعريفه هو القالب الذي يمكن استخراجه من النموذج بسهولة ده القلب البسيط طيب والقلب المركب عكس القلب البسيط تماما هو القالب الذي يصعب استخراجه من النموذج بسهول إذا ده مهم جدا بالنسبة لي إننا لما يكون عندي نوعين من الأوالب قلب بسيط وقلب مركب الأوالب البسيطة هنا أو الأوالب المركبة في حالة الإنتاج الكمي بتصنع من المعدن في حالة الإنتاج الكيفي كنوع من أنواع تدريب أبنائنا وبناتنا الطلبة دخل الورشة بتصنع من الخشب أو من بعض الخامات الرخيصة السمن بعد كده بقوله تستخدم مراحل السحب العميق في إنتاج هيكل السيارات أجزاء من الطائرات أجزاء من السلاجات الغسلات أربعة جميعا قلنا جميعا بعد كده من أهم النقاط اللي يجب توافرها في إعداد وتجهيز مخرط الجامع ضبط الفك العلوي طبعا مخرط الجامع ما فيش فيها فك علوي نظافة الفك السفلي أيضا ما فيش فيها نظافة الفك السفلي ضبط السرعة المناسبة حيث الشغلة المراد تشكلها ودي مهمة جدا أربعة عدم فاصل الطيار الكهربائي بعد العمل على المخرطة أكيد هي رقم ثلاثة ضبط السرعة المناسبة حسب الشغلة المراد تشكلها السؤال اللي بعد كده يتم الجامع الآلي على المخرطة من أقراص معدنية مسطحة أو من قطع سبق سحبها في مجبس وفي الحالة تعتبر عملية الجامع بمسابة تلميع تشطيب تجميع تأبيب يبقى هنا بتعتبر بالنسبة لي عملية تشطيب ولذلك هنا لما نيجي نبص على مخرطة الجامع وأنا بجمع أكيد في زيادة في الجامع أنت بتضغط على المسقلة والمسقلة مساعدك في حطة الضغط الركيز وانت شغال فببص تلاقي إيه أنت بتجمع المعدن اللي موجود عندك أو بتجمع المشغولة اللي موجودة عندك وانت بتجمع بتلاقي في بعض الزيادات طب الزيادات دي لابد من إزالتها بالرشكتة لأن أنا بشيل الزيادة بتاعتي بعمل عملية تشطيب بسيطة للمنتج بتاعي إذن هنا ليه بعمل تشطيب لأنك أنت لما بتثبت الصنفرة عند حطة معينة والمكانة بتلف بالمشغولة فبتم عملية الصنفرة على المشغولة بانتظام لأن اللف منتظم وفي نفس الوقت التثبيت برضو منتظم فتم عملية الإزالة بإيه بانتظام عكس ما بتطلع المشغولة بقى وتقعد تمسكها بالمبرد تبردها إن البرد بقى ممكن أنت تسرح فتم عملية البرد في حطة زيادة دون الأخرى لكن عملية التشطيب على الماكينة قبل نزع المشغولة من على الماكينة مهم جدا فبيؤدي إلى ثبات عملية التشطيب وثبات عملية الإزالة بمعنى أن أنا لما بثبت الرشكتة عند القطر اللي أنا عايزه بتعمل لي عملية قطع وبتخرج لي بالزبط كأنك أنت ماسك بورتانا وبتأشارها بالسكينة بتأشير دائري وبصلا في النهاية كلها طالعة متساوية وممكن ترجع لوضعها الطبيعي مرة تانية الشكل العام يعني إذن هنا مهم جدا بالنسبة لي بعد كده بيقول لي إيه يتم الجامع الآلي على المخرطة من أقراص معدنية مسطحة من قطع سبق سحبها في المكابس وفي الحالة تعتبر عملية الجامع بمثابة عملية إيه تشطيب بعد كده بيقول لي تبدأ التأسية بالتسخين من درجة حرارة قدرها 150 دايما دي التأسية وهذا حتة التأسية معناها هي توصيل المعدن لدرجة الإحمرار ثم تبريده فجأة في الماء أو الزيت ولذلك أنت ممكن لو أنت عندك في البيت مسن مثلا كهربائي بيفضل أنك أنت لو بتسن السكينة مثلا ما تضغطش عليها قوي ليه لأنه ممكن الطرف بتاعها يتحرق نتيجة الاحتكاك ودرجة الحرارة العالية إذا أنت عشان خاطر الحد بتاعك يفضل محتفظ بلونه وبشكله لابد من اتمام عملية التبريد بصفة إيه مستمرة ولو إحنا نفتكر من زمان قوي كان الراجل اللي بيجي سن السككين والكلام ده كله معاه حجر والمية شغالة على الحجر على طول بصفة مستمرة عشان يعمل عملية التبريد دي بنسميها عملية التأسية التأسية هي توصيل المعدن إلى درجة الإحمرار ثم تبريده فجأة في الماء أو الزيت وطبعا إحنا شرحنا التأسية دي قبل كده وقلنا أن هي كانت إحدى تجارب العالم بعد كده ثلاثة بيقول لي حمامات الأملاح لتقصية المعدن فققيع أكاسيد كابريتات نطرات أكيد نطرات طبعا المراجعة هي العملية الختمية للعملية الحرية أي أنها تلي عملية التسليد مش التأسية ولا التبريد ولا اللدون بيقول لي تعرف عملية السك والختم بالاستنباط على أنها تشكيل داخلي مجوف سطحي مجسم أكيد سطحي وكلنا بنشوف الكلام ده طبعا إحنا بنتعامل مع العملة سواء كانت الجنيه أو الربع جنيه أو النص جنيه اللي هي العملة المعدنية بتاعتنا التي عليها مناسبات مسجلة طب التشكيل على العملة ده تشكيل داخلي ولا سطحي لا طبعا تشكيل سطحي ولذلك تبص تلاقي فيه ناحية فاكتابة والناحية التانية مسجل عليها مناسبة عامة أو محطوط مثلا شعار جمهورية مصر العربية أو محطوط مثلا قناة السويس كل دي بتبقى موجودة على العملة ولكن الاتنين ما بيبقوش وجه واحد وجه عليه قيمة العملة ومقدرها والوجه الآخر مسجل عليه المناسبة اللي موجود إذن هنا بالنسبة لي التشكيل في سك العملة بيعتمد على التشكيل السطحي فقط تشكيل السطحي إيه؟ فقط ولذلك إنت لو جبت عملة ووضعتها على جلد اليد كده وربطتها ربطة كويسة هتبصها تلاقي العملة دي علمت في اليد مجرد ما تشيلها هتبصها تلاقي نفس الكتابة طبعت على الجلد بنفس الشكل بالزبط حتة التشكيل السطحي للعملة إذن هنا العملة تعتبر بالنسبة لي تشكيل سطحي بيتم عن طريق استنباط معينة أو مكابس معينة بتسمى بالمكابس اللولبية لمكبس لولبي عشان خاطر بعد إتمام عملية الكابس بينزل ويريح على المشغولة شوية أو برها من الوقت حتة التاريخ على المشغولة دي بيؤكد على مثلا ختم النموذج على قطعة العملة بيؤكد على ضبط الأرقام والحروف بيؤكد على جمال التصميم بيؤكد على أبعاده كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي مهمة ولذلك بيفضل دايما المكابس اللولبية في صناعة سكل العملة عكس المكبس بقى الهايدروليك أو الأوتوماتيك اللي هو بينزل يضرب ضربته ويرجع على طول لكن مكبس لولبي بفتيل لولبي تبصت لها مجرد ما بينزل كده الحركة اللولوبية بتعتبر بالنسبة لنا بتبقى حركة بطيئة ولكن لما بينزل على المشغولة بيروح جاي مريح عليها برها من الوقت الراحة من البرها من الوقت دي أو الجزء من البرها من الوقت على المشغولة بيؤدي إلى ثبات التشكيل على المشغولة سواء للفك العلو أو الفك السفلي طب ليه بقى؟ لأن الاسطنبا السفلية غير الاسطنبا العلوية وخاصة في سك العملة زي ما شرحنا قبل كده بعد كده بيقول لي إيه؟ عند قص المعدن أو قطع أو تفرغه يجب أن يوضع بين دليلين ولا دليل واحد ولا ثلاثة أدلة ولا أربعة أدلة أكيد دليل إيه؟ واحد دليلين ثلاثة أربعة نختار رقم أربعة ليه دليل واحد بعد كده تعرف عملية السك بأنها تشكيل سطحي نفس المشكلة هي تعتبر على أنها تشكيل داخل ولا تعتبر تشكيل خارجي القالب المركب هو الذي يستخدم في صناعة المنتجات التي يصعب استخراجها من القالب ويتكون من مجموعة من الخوالب مجموعة من الفصوص دي الصح مجموعة من الخواعد مجموعة من الأعمدة مجموعة من الفصوص عند أضافة نسبة من 12% ل 13% تجعل الألواح المصنوعة من الصلب مقاومة للصدق في الهواء يبقى هنا تعتبر الهواء اللي هو ماء البحر أو الماء العزم المالح وبعد الأحماض الأخرى اللي هي رقم أربعة يضاف محلول حمض الأيدروكلوريك أثناء التحليل الإلكتروني بنسبة تتروح من 1 من 5 من 10 إلى 1 ونص ودي الأصح من 5 من 10 إلى 1 وستة من 10 من 5 من 10 إلى 1 وسبعة من 10 من 5 من 10 إلى 1 وثمانية من 10 هي الأصح أن أنا أضيف حمض الأيدروكلوريك إلى التحليل الإلكتروني بنسبة من نص إلى واحد ونص في المئة عملية القصدرة تنتقل الأشرطة إلى مكينة القصدرة ولذلك لابد من تغطية الشريط بطبقة مساعد صهر من محلول مائي اللي هو كولوريد القصدير ولا كولوريد الزنك ولا كولوريد المغنيسيوم ولا كولوريد البوتاسيوم أكيد كولوريد الزنك أثناء عملية القصدرة لابد من وضع طبقة من مساعد صهر مائي في محلول كولوريد الزنك في درجة حرارة قدرها 240 ولا 250 ولا 260 وأكيد هي 270 درجة مقوي يمكن بواسطة عملية سحب الأسلاك الحصول على أسلاك دقيقة بأكتار تصل كحد أدنى إلى 2% 2 على ألف في الملي 2 على مية من الملي 3 2 على عشر من الملي 4 2 على عشر تلاف من الملي هنا في حتة سحب الأسلاك قد يكون الإجابة 2 على عشر تلاف بس الكلام ده فين بقى؟ في الأسلاك الزهبية لكن احنا بنتكلم على الأسلاك عمتا يعني هنا الأسلاك النحاسية أسلاك الألمونيوم أسلاك الصلب كل الحديد كل الأسلاك اللي موجودة عندي لابد أن أنا أراعي دايما أن أنا بأخذ المتوسط بالنسبة لك لكن القد يكون 2 على عشر تلاف ولذلك تبص لقى 1 جرام من الزهب ممكن أسحب بيه سلك يصل طوله إلى 3 تلاف كيلو متر يعني 3 كيلو متر وهو 1 جرام بس إنه هو عبارة عن عامل زي بكرة الخيط كده زي الشعرة إذن هنا حتة السحب بناخد المتوسط 2 على ألف وخاصة للمعدم بتاعتنا كلها 25 تصنع أداة التشكيل المستخدمة في عملية البسط صلب سبائك على الجودة صلب سبائك متوسط الجودة صلب سبائك رضيء الجودة الحديد المطاوع أكيد صلب سبائك عالي الجودة رتب الخطوات الآتية رتب خطوات مراحل السحب العميق واحد يتم عادة أجزاء عملية السحب الأجزاء المجوفة توضع الخامة المعدنية عن مطلوب سحبها يتم التشغيل بهبوط الضارب إلى أسفل التأكد من وجود ماسك للخامة الإجابة بقى أول حاجة توضع الخامة لها رقم 2 رقم 4 اللي هي تبقى رقم 2 التأكد من وجود ماسك رقم 3 يتم التشغيل وهي دي جاية فعلا في ترتيبها الصح رقم 1 هي تبقى رقم 4 يتم عادة أجزاء عملية السحب الأجزاء المجوفة وهنا هنقف عندي حتة الترتيب بحيث أن حتة الترتيب دي أنا شرحتها في الأول بمعنى إيه؟ أن مادة العمليات من المواد التي تحتاج إلى عمليات ترتيبية لكل عملية ولذلك أنا بيقول لي إيه؟ رتب العمليات أما قال لي رتب العمليات معناها أن أنا لازم أكون حافظ العملية لازم أكون حافظ لإيه؟ العملية بالترتيب ويشترد فيها الترتيب ويشترد فيها التنظيم ويشترد فيها الخطوات ليه؟ لأن هي عاملة بالذبط زي إيه؟ ممكن تيجي ست في البيت مثلا تعمل مثلا نوع من الأرز مثلا ما تحطش بقى المكونات بتاعته كلها في الفرن وتقول ده أنا نسيت إن أنا أخسل الأرزة نفسها أو أنا قيمل الشوائق ما ينفعش إذن العمليات هي عملية ترتيبية منتظمة تبدأ لها بداية ولها نهاية ما ينفعش إن أنا أجيب النهاية وأبدأ بها في البداية أو أجيب البداية وأنهي بها في الإيه؟ في النهاية إذن هنا ولذلك حتة الترتيب توقفنا عندها إنها بتعتبر من ضمن الأساسيات المهمة جدا لمادة الإيه؟ العمليات ولذلك بيتطلب هنا الفهم والتأكيد والممارسة داخل الورشة ورؤية العين لكل عملية تتم على مهارة معينة من مادة الإيه؟ العمليات إذن ديه ولذلك بتحتاج طلب ذاكي جدا إن هو يبقى عارف لو مارس بإيده هيبدأ يكتب بمنتهى الإيه؟ السهولة ولذلك دايما بنقول إيه؟ حتة التوصيق كل حاجة تعملها لابد أنك إنت توصق الحاجة دي التوصيق بيديك حتة الترتيبية وفي نفس الوقت بيعرضك لبعض المشكلات المهمة أثناء اتمام الإيه؟ العملية وفي نفس الوقت بحل الخطوات دي أو بحل المشكلات دي وأنا ماشي أقول أنا قابلتني مشكلة واحد في عملية إعداد الخامة يبقى المرة اللي جاية أبدأ أعد الخامة بالطرق الإيه؟ الصحيح نروح بعد كده للسؤال برضو هيكون نرتب رتب الخطوات المتبعة في القطع والتفريغ بواسطة الإستنبوات تستخدم في عملية القص إستنبت قص خاصة تتركب من الإستنبوة والضارب يتم تشغيل المجبس فيهبط الضارب ثم بعد ذلك تضغط على الشريحة ويتم القص بعصر جزائيات الخامة عند التلامس وتم الانفصال بعد تلامس الحواف يوضع المعدن المراد قصه أو تفريغه بين دلالين لإحكام عملية القص يبقى نمرت واحد تستخدم في عملية القص الإستنبوة اتنين اللي هي كانت أربعة بقت اتنين يوضع المعدن المراد قصه تلاتة يتم التشغيل اللي هي رقم اتنين نزلت بقت رقم تلاتة يبقى هنا يتم تشغيل المجبس فيهبط الضارب ثم بعد ذلك تضغط على الشريحة ويتم القص بعصر جزائيات الخامة عند التلامس وتم الانفصال بعد تلامس الحواف بعد كده بقول لي رتب الخطوات المتبعة أو رتب العمليات المتبعة في سك العملة والختم بالإستنبوة نبدأ التشغيل بدفع الضارب بالقالب للقاعدة خاتما سك القرص ودي طبعا صعبة ده يعني محتاجة خطوات كتير مراجعة انطباق الإستنبوة على القرص في الوضع الرأسي يتم ضبط الأرسي المعدان المراد سكه في وضعه بين الفك السابت والدليل هي القاعدة والحفظة يسبت القالب الإستنبوة في الفك المتحرك للمجبس يتم ضبط مشوار الفك العلوي للضارب يبقى هنا شوف رقم 4 طلعت رقم 1 يسبت القالب الإستنبوة في القالب المتحرك 2 يتم ضبط مشوار للفك العلوي اللي هو الضارب اللي هي رقم 5 راحت رقم 2 3 يتم ضبط القرص المعدان المراد سكه في وضعه بعين فك السابت والدليل هي القاعدة والحفظة اللي هي كانت رقم 3 فضلت رقم 3 زي ما هي 4 مراجعة انطباق الإستنبوة اللي هي رقم 2 بقيت 4 5 نبدأ التشغيل اللي هي رقم 1 بقيت رقم كام 5 يبقى هنا دي تعتبر بالنسبة لي خطوات الترتيب رتب الخطوات التي تتبع عند إجراء عملية الجامع على مخرط الجامع 1 الانفراد وحساب القرص 2 تثبيت القرص الصنترة 3 التفصيل 4 تشغيل المكينة 5 تثبيت القالب 6 الجامع يبقى على طول الانفراد أول واحدة وحساب القطر القرص ودي مهمة جدا ان انا في الأجزاء المجموعة لابد من حساب قطر القرص ودي احنا اتكلمنا عليها كتير بحيث ان ايه ان لازم قطر القرص يكون مجموعة لا تتم عملية الجامع إلا عن طريق القرص طب القرص مش موجود خلاص مش هتم عملية الجامع طيب القرص موجود وما كانت الجامع مش موجودة برضو مش هتم عملية الجامع يعني اللي بيعملوا عملية تقبيب او عملية الجامع يدى ودولان بيكون نظوم مهارة خاصة بتختلف عن الماكينة مكنة مجرد ما بتركب القالب وبتحط المشغولة وتقرب الفك المتحرك من الفك السابت وتحط بينهم وبين بعض الزنبة بعد كده بتبدأ تشغل الركيز بتاعك انت تثبت الركيز وتجيب المساكل بتاعتك وتتأكد ان هي فعلا سطحها ناعم واملس تبدأ مجرد ما توصل المكنة الى الدرجة الدوران القصوى لها يتم الضغط والتشكيل مباشرة اذا هنا دي مهمة جدا ان خطوات الترتيبية بالنسبة لي بتكون ايه مهمة طيب والاهم بقى حساب قطر القرص ليه لان مجرد ما هجمع على القالب لو كان قطر القرص محسوب بمساحة اكبر يبقى هيزيد عن القالب اللي انا بجمع عليه يبقى هضطر ان انا استخدم الراشكتة واشيل كتير طب لو محسوب بقى بقطر اقل يبقى هيجي اصغر من القالب يبقى مش هو ده المطلوب اذا لابد من حساب قطر القرص بالطريقة الرياضية لاجاد نص القطر او القطر ايه كاملة يبقى هنا حتة الترتيب بيقول لي الانفراد وحسب القرص المعدني اتنين التفصيل تلاتة تثبيت القالب اربعة تثبيت القرص اللي هو السنترة خمسة تشغيل الماكينة ستة الجمع بعد كده بيقول لي الاعداد وتجهيز مخرط الجمع اكمل النقاط بالكلمة المناسبة بين الاقواص ضبط النظافة سلامة التأكد حساب رياضية يبقى هو مدين بعض الكلمات وده نوع معي ده نوع مختلف من الاسئلة تاني اللي احنا شرحناه في مقدمة الحلقة وقلنا ان ان انا عندي اسئلة ممكن احط عليها بعض الكلمات والكلمات دي تؤدي الى تكملة الايه الجملة يبقى هنا اقول له واحد من الدائرة الكهربائية وصلاحيتها للمكينة يبقى لازم اقول له التأكد يبقى انا خدت رقم اربعة ليه التأكد اتنين النظافة التامة يبقى رقم اتنين احطها مكان رقم اتنين رقم تلاتة سلامة الاجزاء العامة والمتحركة رقم اربعة ضبط السرعة المناسبة حسب الشغلة المراد تشكلها رقم خمسة يجب حساب عدد اللفات المطلوبة في الدقيقة حسب نوع الايه المعدن والسم بيقول لي من مواصفات الاقلام المستعملة في عملية الجمع الالي اكمل مكان النقط بكلمة مناسبة مما بين الاقواص تشكيل حادة كفاءة انسيابي الجودة عالية واحد يجب ان تكون الاقلام المستعملة زاتة طرف انسيابي غير حادة هنا ودي من ضمنه مواصفات المساقل ان انا لما اجا استخدم على المخرطة اقلام الالم ده لابد ان يكون سطحه ناعم لابد ان يكون انسيابي ليه بقى لان اثناء عملية الجمع ممكن انا استخدم نوع من انواع السائل الماء بالصابون او اي نوع من انواع الزيوت البسيطة التي تسهل عملية الجمع على المقراطة يبقى هنا لو الالم بتاعي في بعض الخدوش او في بعض الشروق البسيطة او في بعض التشققات او في بعض الزوائد كل ده بيبقى موجود في الالم ذات نفسه لو انا بضغط به هبصة لقي شكل المعدن طالع عليه نفس الخطوط اللي موجودة دي يبقى انا هنا ما بجمعش بقى منتج ده انا بدمر منتج ده انا بقى يعني بالنسبة لي الخامة ذات نفسها اصبحت خامة غير صالحة ليه لان بعد كده لما اجي اعمل لها عملية تلميع او اعمل لها عملية تشطيب اذا صعب جدا ان ننازله الخطوط دي لان الخطوط دي تم تشكلها بالضغط الالم على المشغولة اثناء عملية الايه الجمع يبقى هنا لابد ان تكون المساقل انسيابية نمرة واحد اتنين لابد ان يكون طولها مناسب ثلاثة لابد ان يكون مسبت بها يد خشبية ناعمة وملساء وخالية من الخدوش والشقوق التي تؤدي الى اصابة العامل اربعة لابد من تثبيت اليد جيدا بالمسقلة عن طريق جلبة معينة يعني لازم اليد الخشبية دي تكون متثبيتها تثبيت جيد كل دي بتعتبر من ضمن المواصفات الاساسية اللي موجودة عندي في المسقلة مهما كان شكلها ومهما كان غرضها لايه الوظيفة اذا مهم جدا حتة الانسيابية وان تكون غير ايه حادة مين الحادة بقى في الحاجات دي كلها اللي هي الرشكتة لها سن حاد ولكنها تستخدم في قطع الزوائد يبقى دي ما بتستخدمش في التشكيل ولكنها بتستخدم في قطع الزوائد الناتجة من عملية الايه الجامع بعد كده بيقول لي ايه يجب ان تتلقم الاقلام وتتناسب مع الشغل المراد تشكيله اللي هي رقم واحد لكي نحصل على الاشكال المطلوبة جميعا بدرجة بدرجة كفاءة عالية الجودة يبقى انا هاخد كفاءة واخد الايه عالية الجودة بعد كده تتبع الخطوات الاساسية اثناء الجمع اكمل المعدن السمك اختيار المسقلة داخل الركيز الخارج لانزلاق التزييد التخمير طبعا في الكلمات دي بيبقى موجود انا محتاج مثلا ست كلمات سبع كلمات بحط تمانية بحط تسعة يتم اختيار المسقلة المناسبة حسب الشوق اغلاء ونوع المعدن والسمك كيبه هنا اختار في اول واحدة كلمة اختيار والمعدن والسمك طب وفي التانية تدار المخرطة حسب السرعة المحددة لا ثم يتم الضغط بواسطة المسقلة مع الارتكاز على الركيز انا اخد المسقلة والركيز رقم ثلاثة يتم سحب المعدن على القالب من الداخل الى الايه الى الخارج عكس الخارج للايه للداخل كيبه هنا في حتة الجمع مهمة جدا ان انا اجمع من الداخل للخارج وليس الجمع من الخارج للايه للداخل ليه بقى لان انا وانا باجمع من الداخل للخارج الزيادات دائما تكون للخارج وليس للداخل لو حصل زيادات للداخل بقى داعب من ضمن عيوب المشغولة وفي نفس الوقت الزيادات دي بتؤدي إلى بعض الكارانيش الموجودة في سطح المشغولة وفي سطح المعدن دي صعب جدا إزالتها إذا لابد من إعادة تخمير المشغولة مرة تانية ثم بعد ذلك إجراء عملية قدر ودي بتعتبر بالنسبة لي مهمة رقم ثلاثة تعتمد قلنا من الداخل والخارج تعتمد عملية الجامع لها رقم أربعة للمعدن بالضغط والتزييد لسهولة عملية الانزلاق رقم خمسة عند إجراء عملية الجامع على مراحل تتم بعد عملية التخمير بكده يكون إحنا من خلال هذه الحلقة المميزة لمراجعة مادة العمليات تعرضنا لأنواع متعددة من الأسئلة خدنا السؤال اللي هو الصح وخطأ خدنا السؤال اللي هو يعتبر بالنسبة لي رتب خدنا السؤال للاختيار ما بين الأقواس خدنا السؤال اللي هو وجود بعض الجمل وتكملتها في مكانها الطبيعي لاستكمال الجملة الامتحانات أو مادة العمليات بصفة عامة لا تخرج من هذه الأسئلة وتعتبر الأسئلة بتاعتنا شاملة من بداية الباب الأول حتى الباب الأخير أرجو متابعة هذه الحلقة جيدا والاطلاع عليها والاستماع عليها مرة واثنين وثلاثة قبل الامتحانات وقبل أي درس أنت بتحضره مع تمنياتي لكم دائما بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته